بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير كيف حالكم أبنائي وبناتي؟ أتمنى أن تكونوا ومن تحبون بأتم الصحة والآفية بإذن الله سوف يكون معنا اليوم مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد وموضوع درسنا لهذا اليوم المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام وسيكون معنا بإذن الله معلم لغة الإشارة الأستاذ عماد الذويب شاكرين ومقدرين ما يقومون به من جهود في خدمة أبنائهم الطلاب نبدأ كما نبدأ دوما أبنائي وبناتي بدعاء الله ونقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم ذلك ننتقل إلى عناصر الدرس في هذا الدرس سنأخذ بإذن الله أو سنبدأ بمراجعة الدرس السابق سوف نتحدث عن تعريف الإسلام وأيضا ما تضمنه معنا الإسلام وأركان الإسلام وإذلتها نبدأ أولا أبنائي وبناتي مراتب الدين قلنا دين من الحنيف له ثلاث مراتب المرتبة الأولى من يتذكرها منكم أبنائي وبناتي أحسنتم قلنا الإسلام والمرتبة الثانية رائعون الإيمان وثالثا أو المرتبة الثالثة هي أحسنتم الإحسان فهذه مراتب الدين مراتب الدين الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام والإيمان والإحسان الدليل على مراتب الدين طبعا دليل مراتب الدين هو حديث جبريل عليه السلام وفيه يبين مراتب دين الإسلام الثلاث وهو أوضح الأدلة وأصرحها على هذه المراتب وحديث جبريل عليه السلام هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه طبعا الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة متعلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال الرجل صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال الرجل صدقت قال فأخبرني عن الإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها ومعنى أماراتها أي علاماتها قال أنت لدى الأمة رباتها أو سيدتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان طبعا ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي تلد الأمة المملوكة سيدها أو سيدتها طبعا رعاء الشاء أهل الحاجة والفقر تتسع عليهم الدنيا ويريد كل منهم أن يكون بيته أرفع من الآخر قال عمر ثم انطلق فلبثت مليا أي مدة من الزمن ثم قال يا عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا حديث طبعا في مراتب الدين الثلاثة المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام وتهريف الإسلام أبنائي وبناتي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما تضمنه معنى الإسلام معنى الإسلام تضمن ثلاثة أمور تتعلق بالعقيدة ألا وهي أولا الاستسلام لله بالتوحيد ومعناه إفراد الله بالعبادة فلا نعبد مع الله أحدا فالصلاة والدعاء وسائر العبادات لله وحده فهذا أول ما تضمنه معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد الثاني الإنقياد لله بالطاعة ويشمل أمرين الأول فعل الطاعات مثل الصلاة وبر الوالدين وحسن الخلق وترك المعاصي هو الثاني ومثاله الكذب والسرقة وسوء الخلق فالانقياد لله بالطاعة يشمل أمرين فعل الطاعات وترك المعاصي الطاعات مثل الصلاة وبر الوالدين وحسن الخلق والمعاصي مثل الكذب والسرقة وسوء الخلق ما تضمنه كذلك معنى الإسلام هو ثالث البراءة من الشرك وأهله فأتبرأ من الإشراك بالله وممن عبد مع الله إلها آخر نتبرأ من الشرك وأهله ونتبرأ طبعا من الإشراك بالله وممن عبد مع الله إلها آخر هذا ما تضمنه معنى الإسلام في النشاط الأول صفحة 17 أبنائي و بناتي طلب مننا أن نذكر ثلاثة أمثلة أخرى على فعل الطاعات وترك المعاصي نفكر سوينا أبناء و بناتي لأي طاعة و كذلك أو المعاصي فعل الطاعات وترك المعاصي نذكر ثلاثة أمثلة من منكم أبناء و بناتي يأتي لنا بمثال على فعل الطاعات أحسنتم أحسنتم الصدقة هذه من الطاعات وأيضا رائعون سوموا التطوع و كذلك أحسنتم قياموا الليل هذه بعض الأمثلة على فعل الطاعات و الطاعات كثيرة أبنائي و بناتي وأمثلة على ترك المعاصي مثل أن نترك النميمة و أيضا أن نترك قول الزور و نترك الغيبة هذه أمثلة على فعل الطاعات و أمثلة على ترك المعاصي نكتبها أبنائي و بناتي في صفحة 17 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أتمنى بناتي و بناتي أنكم كتبنا إجابة النشاط الأول لننتقل الآن إلى أركان الإسلام أركان الإسلام بنا و بناتي خمسة أركان الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد عبده و رسوله و هو شعار علم المملكة العربية السعودية شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الركن الثاني إقام الصلاة و الركن الثالث إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت أو حج بيت الله الحرام هذه أركان الإسلام هذه أركان الإسلام الخمسة يجب علينا أبناء و بناتي أن نكون محافظين لأركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان و حج بيت الله الحرام كما ذكر لنا هنا أحب أركان الإسلام و أحرص على العمل بها لو انتقلنا الآن إلى الأدلة على أركان الإسلام الخمسة الأدلة على أركان الإسلام الخمسة في صفحة تسعة عشر بدأنا إلى الدليل من القرآن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله و الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا الدليل على شهادة لا إله إلا الله من القرآن الكريم وأن محمد رسول الله قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهذا الدليلان دليل أول على شهادة أن لا إله إلا الله والدليل الثاني على شهادة أن محمد رسول الله ننتقل الآن إلى الركن الثاني والثالث له إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة هذا الدليل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإسلام صوم رمضان الركن الرابع والدليل على الركن الرابع صوم رمضان قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ هذا دليل الركن الرابع صوم رمضان الركن الخامس أبنائي وبناتي حج بيت الله الحرام والدليل عليه قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا الدليل على الركن الخامس الأدلة التي ذكرنا قبل قليل من القرآن الكريم الآن الدليل من السنة على كل أركان الإسلام الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا الدليل من السنة على دميع أركان الإسلام الخمسة ننتقل الآن أبنائي وبناتي إلى النشاط الثاني في صفحة عشرين وأعطينا في البداية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله ثم بعد ذلك طلب مننا أن نصنف المفردات السابقة في جدول التالي لكل ركن من أركان الإسلام لا يلو ولا قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واركعوا مع الراكعين هذا دليل على أي ركن أبنائي وبناتي أي دليل أو أي ركن يدل علي هذا الدليل حسنتم يدل على إقام الصلاة واركعوا مع الراكعين هنا يدل على إقامة الصلاة نكتب أبنائي وبناتي في الجدود الأذيك صفحة 20 إقام الصلاة الدليل الثاني قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هذا بنائي وبناتي أو هذه الآية دليل على أي ركن عرفات أين تقع حسنتم هذا دليل على ركن حج بيت الله الحرام في الآية الثالثة قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا دليل على أي ركن أبنائي وبناتي شهر رمضان فيه صوم رمضان أحسنتم هو ركن صوم رمضان الصيام يكون في شهر رمضان وهذا الدليل دليل على الركن صوم رمضان نكتب الإجابات أبنائي وبناتي ننتقل إلى الآية التي تليها قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هنا أبنائي وبناتي دليل على أي ركن حسنتم على ركن شهدت أن لا إله إلا الله وفيه الدليل الأخير قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا دليل على ركنين كما أخبرتكم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة نكتب كذلك أبنائي وبناتي الإجابات أتمنى أبنائي وبناتي أنكم كتبنا الإجابات لننتقل إلى التقويم في صفحة 20 سؤال أول يشتمل تعريف الإسلام على ثلاثة أشياء تتعلق بالعقيدة فما هي ذكرناها قبل قليل من منكم يتذكرها أبنائي وبناتي أحسنتم قلنا أولا الاستسلام لله بالتوحيد وثانيا رائعون الانقياد لله بالطاعة وثالثا أحسنتم البراءة من الشرك وأهله السؤال الثاني طلبنا ما الدليل من السنة على أركان الإسلام قلناه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت نكتب أبنائي وبناتي الإجابات في صفحة عشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتمنى أبنائي وبناتي أن نكون كتبنا الإجابات ختاما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا ونختم كما نختم دوما أبنائي وبناتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء